أنا عايزة تطلق يا حضرة القاضي القاضي قال لها ممكن أعرف سبب طلبك للطلق قالت له لو وافق دلوقتي حالة إنه يهاجر معايا أنا هلغي طلب الطلق خالص دي الفرصة اللي طول عمرنا مستنيينها رد جزها وقال لها مش هاجي معاك برضو اديني سبب واحد بس لرفضك قال لها أبوي أهم السبب وإنتي عارفة قلتلك مش هسيبه قالت له يعني ما ينفعش تسيب أبوك وينفع تسيب مراتك قال لها أنت اللي عايزة تسيبيني مش أنت اللي جايبانا المحكمة دلوقتي والبنت مش هتعرفي تخديها لإنها قاصر يا حضرة القاضي أبوه عنده خرف يعني مش عارف إنه ابنه أصلا لو سن قال لها بس أنا عارف إنه أبوية وانتهى المشهد في المحكمة على كده ولمت هضمها عشان تروح لبيت أهلها لحد ما ييجي معاد الهجرة وجزها الطر يجيب جليسة مسنين لأبوه اسمها رادية وقعدي فهمها المطلوب منها وأهم حاجة موعيد الدواء وقبل ما تمشي سيمون سلمت على أبوه والراجل يعني مرضيش يسيب إيديها وكان حاسس إنها ماشية ولوسن بقى محتاس مع أبوه وبنته وطلبات البيت وشغله والدنيا كلها بقت فوق دماغه حتى الغسالة مش عارف يشغلها دور على الزرار اللي ممصح منه الكتابة وعارف إنه هو ده الزرار اللي مراته بتستخدمه دايما وشغلها على كده سيمون وهي في العربية لقيت رادية في الطريق فوصلتها وطلبت منها تاخد بنتها معاها عندهم كل يوم علشان تقعد مع بنتها تسليها وتكون متطمنة وفعلا رحت رادية تاني يوم وأخدت بنتها معاها وبدأت ترتب البيت والمطبخ بالرغم من إنها حامل ومجهدة جدا ولحظة هدوم الراجل الكبير مبلولة فاتصلت بسيمون اللي قالت لها بس هو كان بيقول لما بيحتاج يدخل الحمام طب بصي دخليه إنتي الحمام وحاولي تغيريله علشان أنا مش هقدر يجي أو حاولي تتصل بلوسا ابنه رحت رادي قالت له لو جبتلك هدوم تقدر تغير لنفسك مش كده هتقدر تغتسل لوحدك وحطيت له الهدوم في الحمام وقالت له حاول تتصرف بس يا قلبي الراجل مافهمش حتى هيعايزة منه إيه واضطرت تتصل بالفتاوة تسألهم هل لو غيرت له هدوم وحرام قالوا لها لازم يكون فيه ضرورة ملحة قالت لهم الضرورة الملحة إنه عنده 80 سنة وقعت بقاله نص ساعة بحالته كده مبلول وحللولها إنها تساعده ولبست الجوانتي وكررت تغيرله وبنتها قالت لها ما تخفيش مش هقول لبابا اللي انتي عملتي ده ونروح للأب لوسا اللي بيعلم بنته في كل خطوة تعتمد على نفسها وتحط البنزين في العربية بنفسها برضه ولما قدت إكرامية لعامل المحطة قال لها هنزلي خديها منه الإكرامية دي ياخدها لو مال التنك بنفسه كانت مكسوفة في الأول بس لما تجرأت وراحت خدتها منه قال لها أخديها ليك انتي وبيطلعوا على السلم وهم بيلعبوا يتسابقوا مع بعض وأول ما دخل سلم على أبوه وقال لرادية إن أمبوبة الأكسجين مفتوحة خلي بالك بيقفليها جامد قالت له بس دي كانت مقفولة كويس أكيد هو لعب فيها وبعدين أنا بعتذر مش هينفعي تاني للأسف الوضع هنا صعب جدا والعمل متعب قال لها كان لازم تقولي لي قبلها أنا كده هسيبه الوحده بكرة إزاي قالت له أنت اللي كان المفروض تقولي إزاي يتعامل معاه في تنظيفه اتفاجئ من كلامها وقال لها تنظيفه آه أنا ما يجزش ليه تطهيره أنا عايزة أجرت يومي لو سمحت عشان أمشي الراجل يعاني تنح وتفاجئ لأن أبو كان بيقول إنه هو عايز يدخل الحمام ودالها أجرتها قالت له أنا بعتذر لك المسألة مسألة دينية بحتة لو تحب أدي لزوجي رقمك وقل له يجي بدالي لكن ما تقولوش إني جيت هنا قال لها طيب اعرضي عليه الأمر وياريت يوافق ورح له شغله تاني يوم فعلا وقال له هتكون لوحدك معاه ولازم ترقبه وأرجو ما يكونش عندك مانع إن انت اتطهاره لو احتاج يدخل الحمام واتفقوا على كده بالرغم من إنه جز رادية ما كانش عاجبه الأجر تاني يوم لوسن بيسمع لبنته الكلمات بسرعة وهو بيروق الشقة وبيعمل لنفسه كباية الشاي واتفاجأ إن رادية هي اللي جات مش جوزها وقالت له إن واحد من الديانة جي مع ظابة مبارح بالليل وقبضوا عليه وهي بتنظف بنتها فضلت تلعب في مضخة الأكسجين وكانت هتموت الراجل الكبير وساخت وضمها في الزبالة ورادية ما بقيتش عارفة تلاقيها منين ولا منين وفجأة بتبص ما لقيتهش في الشقة موجود ونزلت تجري تدور عليه في الشارع شافيت واقف يقلبي حافي عند بتاع الجرايد وكان في عربيها تخبطه وخلص المشهد على كده وبعد الدهر جي لوسان وبنته وحاول يلعبوا معايا ويسلوا كلهم ورادية اليوم كان صعبة عليها جدا وتعبت ووقعت من طولها وهي مروحة في المواصلات وتاني يوم جات شغلها عادي جدا هي وبنتها بس لوسان أول ما رجع من شغله هو وبنته اتفاجئ إن محدش موجود منهم ودخل جاري لقى أبوه واقع في الأرض وقوم عليه وقديمه ربوطة في السرير وطبعا الجنن وأول ما فوقه وتطمن عليه لقى الفلوس بتاعته مش موجودة في الدرج وفجأة لقى رادية جاية قال لها أنت إزاي تسبيه الواحد وتخرجي أنت بتعملي كده بقى كل يوم وأنا مش موجود قالت له والله ما تأخرت أنا نزلت عشان سبب قهري وأول مرة وكنت مضطرة قال لها أنت كدابة وبعدين بتربطي إيده في السرير ليه أنت بتربطي جده كل يوم وتنزلي وإيه لدخلك قطي وخدتي فلوس منها أنت مش بتاخدي أجريتك مني كاملة قالت له أنت بتقولي أني حرمية قالت له تفضلي خروجي بره قالت له تب فت الشنطتي أقسم بالله رجلي معتبت باب قطك وجيت رضها زعقت له قالت له ما تلمسنيش قال لها خلاص تفضلي خروجي بره وإنت تحمدي ربنا على إني مش هبلغ عنك وبعد ما طردها ودخل يشوف أبوه فتحت ودخل التاني قالت له أنا عايزة أجريت يومي لو سمحت حرم عليك أنا وبنتي من صباحات ربنا وقفين على رجلنا وما سرقتش حاجة زقها جمد وقفل الباب ودخل عشان يحمي أبوه وهو منهاره بعيط بعدها وصل بنته لأمها عند جدتها وقال لها خليها تذكر لك وقالت له ماما عايزة تتكلم معيك وأول ما دخل سلم عليها وكان بين إنها وحشية قالت له أنت تردت راضية قال لها آه هي كلمتك بقى دي سابت أبويا لوحده وربطته في السرير ورجعت لقيته مرمي في الأرض الراجل كان هيموت فيها قالت له وهو عامل إيه دلوقتي طميني قال لها معرفش فضل كده كم ساعة الحمد لله إن أنا لحقته قالت له بس دي قالت لي إنك ضربتها وودوها المستشفى ومرات أخوها بتقول لو ماتت هيبقى زنبها في رقابتك قال لها مستشفى مستشفى من الزقة دي وراحوا اللي اتنين يزوروها في المستشفى عشان يتطمنوا وعرفوا إنها عملت عملية وأجهدت حملها ولما الجزء هجي وشافهم قالوا أنت بتسأل على المراتي ليه أنت تعرفها؟ سيمون قالت له أنا أعرفها وغيرت له أختها قالت لسيمون يعني أنت قتلتوا ابنها وجايين تعملوا إيه دلوقتي والرجالة مسكوا في بعض وبقت خنائة وسيمون ترزعت في وشاة وتعورت ونزفت وهم مروحين لوسن قال لها أنت هتروحي معايا البيت النهاردة بس هي رفضت وبعد كده جرجرو في المحكمة وتفاجئ بإنه متهم بقتل جنين عمره 19 أسبوع يعني بقى شخص مكتمل قال للقضية نزقتها بالعافية علشان تخرج من بيتي وما كنتش عارف أنها حامل أصلا قالت له لأ أنا قلت قدامك قبل كده أن يحامل والكلام ده كان قدامه درست بنتك وبنتك كمان عارفة القضي قال له لو قدر يثبته أنك كنت تعرف بحملها هيتحكم عليك بتلات سنين سجن قال له هي اللي دخلت تاني قالت له أنا كنت جاي علشان أنت اتهمتني أني حرامية أنا لو حرامية ما كنتش اشتغلت شغلانا زي دي علشان سد ديونة ولوسان قال للقضي أنا زقتها لإني لقيت أبويا مرمي في الأرض وكمان ربط إيده في السرير وخدت الفلوس وثبته ونزلت وأنا ساعتها فتقرت ومات وكنت متنرفس جدا وطلبت منها أنها تمشي ومرضتش فترطها وزقتها لإني كنت غضبان واستأذنت راضيا وخرجت عشان تتطمن على بنتها وكان واضح أنها متوترة جدا وأول ما رجعت القضي قال لها هو متهمك أنك ربطتي أبوه في السرير وحبستيه في الشقة وقال لجزها أنت مضطر تجيب لنا تقرير طبي أن الأب سليم وبالنسبة اللوسان هيضطر يدفع كفالة علشان يخرج لأنه متهم بالأكل اللوسان تجنن وتحيل عليه وقال له أنا معيش فلوس وماقدرش بات هنا واسيب أبويا لوحده أودي فين يا ناس أنا أصلا جايبها علشان مش عارف اسيبه لوحده تقولي هتقبض علي طب هيبات مع مين هو كده أرجوك أنت كده بتضيع مستقبلي أنا كده ما تمضيش لو سمحت ما تحكمش بده وراحت سيموني البيت وبنتها قالت لها أنت السبب في اللي إحنا فيه قالت لها لبسي عشان هاخدك أنت وجدك بس البنت رفضت وقالت لها أنا عندي مذاكرة فأخدت الراجل الكبير ومشيت وهي في العربية فضلت تعيط له وقالت له أنت ملكش دعوة بالموضوع خالص وتاني يوم تفاجئ نادر ببنته جايله الاسم قال لها أنت جاية مع مين لأحاماته بتقوله جاية معي يا ابني ما تقلقش مش تقول لنا أنك في مشكلة هو إحنا مش أهلك وفي الجلسة جات مدرسة بنته وشهدت أنها فعلا كانت عارفة أن راديا حامل لكن لوسن ما سمعهمش وهما بيتكلموا وما يعرفش بموضوع حملها وهي خارجة سألت بنت راديا الصغيرة هو بابا يا حبيبتي هو اللي درب ماما وهما بيتخنقوا وعشان كده النونة ماتت البنت ارتبكت وقالت لها لأ قالت لها هما لنتي ليه كل رسوماتك عنهم بيتخنقوا مع بعض ما ردتش عليها والقاضي حكم على راديا كمان إنه هيحبسها بتهمة حبس مسن وربطه في السرير وراح جز راديا جاري على المدرسة واتخنق مع المدرسة وفضحها في وسط الناس وقال لا لو مرجعتيش وغيرتي شاهدتك أنا هقول إنك على علاقة بلوسن مش عيب يا محترمة تروحي تسألي طفلة زي دي أبوكي درب أمك ولا لأ أنا هوريكو ده أنا مش هخليكو تعرفوا تناموا الليل وسيمون راحت دفعت الكفالة لجزها والبوليس جي علشان يعين مكان الواقع وقالوا إن إزاي زقها من جوه الشقة تقع على السلم بعيد كده والجران شاهده مع لوسن وهو عارف من البنوتة الصغيرة إن مامتها لما سابت أبوه كانت بتكشف عند دكتورة النسا وبعد الهجة دي كلها جات سيمون البيت وقالت له غبت عنكو إسبوع مش عارف تدبر أمورك وتوقعنا في مصيبة زي دي قال لها أنت السبب قالت له لو كنت قلتلي خليكي كنت استنيت إنت نسيت كل اللي بنا سبتي نمشي وبتتفرج علي وكأني ما عاشتش معاك 15 سنة وقامت الخناء بينهم وخيروا البنت في الآخر واخترت تعيش مع أبوها بعده هو بيذكر لبنته سألته بابا أنت جدبت في المحكمة مش كده إنت كنت عارف إن راضي حامل قال لها عايزانة تسجن 3 سنين مين هيرعيكي وهسيب أبويا لمن ده أنا مرضيتش هاجر عشانه قالت له ضربتها ليه لما أنت عارف قال لها ما كنتش في وعي وكنت متنرفز والمحكمة ما بتاخدش بالحاجات دي تاني يوم اتفاجئ لوسن إن القاضي بيقوله إن المدرسة جات وغيرت شهادتها قال له الراجل راح لمدرسة واتخانق معاها وهددها أكيد لازم تيجي تغير شهادتها طبعا والقاضي قال له أنا مليش دعوة بالحوارات دي كلها وطلب منه شهادت بنته والبنت دخلت وشيدت مع أبوها وراحت سيمون لجز رادية علشان تساوم وياخد الدية ويتنازل وأول ما لوسن جيه سيمون قالت له إنها تفاوضت مع جز رادية قال له أنت زايت الجرائي وتعملي كده من نفسك أنت بتدخلي ليه أصلا قالت له أنا ما جيتش هتخانق معيك مش أنت قلت إن أنا السبب وإن أنا اللي سبتكه اعتبرني بصلح غلطتش يا بنتي أنت لو دفعتيله الدية يبقى أنا كده بعترف على نفسي أني مزنب ومش هيسبنا في حالنا ده راجل طمع قالت له بنتينا في سن البلوغ والمشاكل مأثرة عليها أنت مش واخد بالك قال لها يعني أنت عارفة هونها بلغت وبقت حساسة أكتر واضح إن أنت اللي ما بتحسيش عموما هي اخترت تبقى معي مش معيك قالت له أنت فاكر إنها اخترت إنها تبقى معاك عشانك دي اخترت ده عشان تضغط علي وعارفة إني مش همشي من غيرها بتحاول ترجعنا لبعض بطريقتها قال لها برضو مش دافع حاجة ولو سمحتي ما تدخليش في مشاكلنا قالت له لو ما كنتش ادخلت كان زمانك دلوقتي في الحبس رد وقال لها روحي المحكمة واستردي كفلتك مش عايز منك حاجة طلعت سيمون وزعاقت في بنتها وقالت لها هستناكي في العربية وياكي ما تجيش انت فاهمة؟ والبنت فضلت تعايت لأبوها وقالت له دي كانت جايبة شنطتها في العربية حرام عليك زعلتها ليه تاني؟ كانت هتستنى معانا ووعدتني إنها هتفضل اعمل أي حاجة عشان خطري رجعها تاني بس وهي خرجة لأمها قال لها لو انت شايفاني مزنب روحي وقول لها اني وفقت ادفع الدية وهتيها وتعال وفجأة سيمون لقيت راضية جايلها تعترف لها إن الزقة مش هي اللي موتت الجنين وقالت أنا أصلا قبلها بيوم كنت حسن نميت وما كانش في حركة في بطني قالت لها يعني مش الزقة هي السببت؟ قالت لها لأ أنا في عربية خبطتني حميكي نزل للشارع قبلها بيوم وانزلت الجارية عشان أدور عليه وخبيت عليكم والعربية كانت هتخبطه وجريت عليها علشان ألحقه وخبطتني أنا بداله سيمون قالت لها انت مقلتيش كده ليه في المحكمة انت جوزك يعرف بلي انت بتقولي ده رضي قالت لها بالله عليكي لو جوزي عارف اني قلتلك هيقتلني ده مستني الفلوس وعدت ديانة انه خلاص هيسد اللي عليه قالت لها وانا جوزي زنبه ايه انت عارفة انتو عملتوا ايه في حياتنا انتو دمرتونا رضت وقالت أنا من ساعة ما جيت وعرضتي علينا المال وانا ضميري بيأنبني وحاسة ان المال ده هيبقى حرام ووعيتين سي انك حلفتي قبل ما يبدأ كلام انك مش هجيبي سيرة اللي هقولهولك لحد انا خايفة على بيتي وعلى بنتي لا يجرالها حاجة لو دخل بيتنا مال حرام سيمون قالت لها وانا بقى المطلوب مني ايه دلوقتي رضي قالت لها ما تدفعيش فلوس الدية وتاني يوم راحت سيمون وجزها البيت راضية فجأة وعملوا قاعدة رجالة وكتب لوسن اصالات لجزها ومضى عليها وسيمون قالت له تروح تسحب شكوتك تاخد الايصالات بتاعتنا بس لوسن قال لهم هي فين راضية يا جماعة اندهولها وهاتوا كمان البنات قالوا لهم انت هترجع في كلامك ولا ايه قال لهم لا مش هارجع في كلامي انا مضيت على الايصالات زي ما انتو عايزين بس مراتك ست متدينة وبتخاف ربنا مش كده لو على حق يحليفي على قرآن ربنا ان انا اللي عملت فيكي كده جزها قال لها روح يعطي المصحف دخلت واتأخرت وجي وراها قالت له دي فلوس حرام الله حرام ليه الراجل راضي يدفع وقامت خناقة كبيرة بينهم والراجل تلع من البيت جري وانفضت قعدة الرجالة وخرجوا لقي والعربية ازازها متداشدش وخلص المشهد على كده وتاني يوم راح لوسن وسيمون مراته لمحكمة الاسرة والقاضي سأل بنتهم اخترتي تعودي مع بابكي ولا مامتك قالت له هي بتعايت هو ينفع ما اقولش القاضي طلب من الاب والام انهم يخرجوا برة وخرجوا هما الاتنين وفضلوا واقفين قصاد بعض والنهاية كانت مفتوحة البنت مشتتة بين ابوها وامها والجد مش لاقي اللي رعيه والاب مش عارف يشوف شغله ولا بيته ولا ابوه ولا بنته والام عاشت 15 سنة تخدمهم ونفسها بقى تعيش عيشة نظيفة وتهاجر وتعيش حياة مستقرة وشايفة انه مش مقدر مشاعرها وحتى ما كلفش نفسه يمسك فيها لما قالت له طلقني وكل الشخصيات شايفة انها مظلومة تفتكروا الحل ايه ومين الظالم ومين المظلوم وبس خلاص لو عجبك الفيلم قل لي ايه رأيك في الكومنت تفتكروا حتى انتقرجوا تخسرين الفغ露